السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ووقاتكم بكل خير شرحنا اليوم عن كيفية حذف الأشخاص المحذورين من قائمة الحذر في الواتس أب بطريقة بسيطة وسهلة ولكن قبل البدء بالشرح نصلي مع بعضنا على نبينا وحبيبنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى لا أطيل عليكم نتوجه إلى تطبيق الواتس أب بعد ذلك نضغط على الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى ونختار من خلالها الإعدادات ستظهر لنا عدة خيارات نختار من خلالها الحساب وبعد ذلك نختار الخصوصية والآن يا الصديقي ننزل لأسفل وصولا إلى جهات الاتصال المحذورة نضغط عليه كما تشاهد يا صديقي ستظهر لنا قائمة بالأشخاص ولرفع الحذر عنهم نضغط على جهة الاتصال المحذورة ومن ثم رفع الحذر كما تشاهد تم رفع الحذر عن هذا الرقم إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك بالقناة دعما لنا لنشر المزيد من الشروحات